السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا التدخل هو مشي تدخل درداشة بالك تلاحظوا بيقول تقول باللي هضرنا عليها وقع نو كاينين بعض المواضيع مرتبطة بالصحة وكيفا نحافظوا ونتفادوا بعض الأمراض فائدة كبيرة نعودوا ونولي ونكروا باه ان شاء الله انتوما تفهموا أهمية هذا الحالة رانا في زبان الشتاء والشتاء درجة الحرارة تنخافظ وكي تنخافظ درجة الهواء اللي تنفسوه هو ثاني كي نخافظ راه راح يأثر على الدات تعنا بالآخص هذا الموسم يتكاثر تحرك تعليفيروس تنقل تعالفيروسات هو الفيروس نحاضروا بالآخص الوقت لانا فيه فيروس تعالها قريب انفليونزا لما تسمى احنا نعيطولها على قريب هذا وقتها الخريف الشتاء وبداية الرابع روي يتكاثر تحرك تحرك الفيروسات لانا ما تغلطوش الفيروس موجود طول العام بصيفة دائمة من في السخانة من في القر موجود الفيروس مش يقول آلبرد هوجا الفيروس لا واش يتكاثر هو تحرك يقول لي يتنقل بسرعة وبكثرة وبالآخص الفيروس تعالها بقريب فيروس هوائي دي فيروس آيريا يعني يستعمل التاريق تاعد تنفس باه يتنقل من شخص الى اخر علىه يتنقل اولا ما شيء الا وفقت في الكوفيد هذا الكوفيد راني انا شخصيا بالك ما نفهمش راني لاحظت باللي ما شدينا حتى درس ما شدينا حتى درس في دماغنا التنقل لازم نتفاداو تجمعات واحد لازم على الاقل بين لي يكون يهضر معاه زوجته ولا أخوه ولا عمه ولا زميله ولا ولا طفل صغير لازم زوج مترات بيني وبينه لانا الان كان ينهضر ما نشوفه رام يخرجوا القطرات التفل الصغار والفيروس يتنقل اذا كان عندي انا فيروس تعالى قريب في الارية التاعي وكون نهضر مع المخرج ولا المخرجة راني لو كان ما ناخد زوج مترات هذه لها ثانيا عودوا والليو للماسك عودوا والليو للماسك الماسك ما يندرش إلا وفقط خدش الكوفيد هاي الغلطة كبيرة وانا نظر ما 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 خرجناش بدروس يعني نشوف الناس بوس عن نقم شي لحوانة معمرين هذا لسق في الاخر لا هذه بالآخص كي تكونوا في الوسائل النقل العمومي تكونوا في الميترو لازم لازم ها كيف انتفادوا من هاد الفيروس لقريب لازم نديروا الماسك ثالثا الآن في هذا الموسم حتى الاخر لازم نضافة اليدين تكون عندها اهمية كبيرة نخس له يدنا ربعة خمسة خطرات في النهار معليش بالآخص هاني حط يدي هنا بالآخص واحد يروح يقبض البوانية تاع الباب تاع الصنسير في كل مكان في المكاتب واحد يقول لك سلف لي ستيلو هاو ستيلو راو يكتب راو عطس عطش عطس راو بعد في ستيلو هاو يجي الزميل في المكتب آخر سلف لي سلف لي ستيلو ركح تسلف له ستيلو راح ينقل الفيروس ركو هنا لازم النظفة ونديروا الماسك والتباعد على الأقل زوج بي ثلاثة وحاجة أخرى يا الأمهات التهويئة 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 يعني تجديد الهوى ونتوجه خاصة للأساتذة في الابتدائي ولا في السنوي ولا في المتوسط بين بين درس و درس لما التلاميذ ولا الطلبة يخرجوا يخرجوا للصحة مفضلكم اغتلموا الفرصة حلوا التواقي حلوا التواقي وحلوا البيبان به الهوى يتجدد ما يقعدش هكا الهوى يكون فيه ثالثا لازمني نهضر راهو كائن متحور جديد التاع الكوفيد وهذا يظهر المعلومات الولية يالي الأسف ما عندناش عناصر نجيبهم من الخارج ولا هنا هذا المتحور ماشي خاطير خاطير في حاجة عنده سرعة تنقل من شخص الى اخر ولازم له فاكسين خاص به خاتش يلغي كل التلقيحات التاع الكوفيد اللي تعجدوده اللي يقدرناهم وكلش هذا التحور الجديد لازم له فاكسين خاص هذا موضوع اخر ما عنديش معلومات المهم ديروا الماسك تباعد ما بين الاشخاص اتفادوا الاماكين اللي تكاتف السكان ورابعا خاصة بالمدارس خاصة بالثنويات خاصة بالمتوسط اللازم كون التهوئة تعال اقسام والتعليزان فيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته